اشتركوا في القناة ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مرغما على وضع أول دستور المدينة والذي يسمى بصحيفة المدينة ولكنها سماحة الإسلام التي تعطي للإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولحكمة إلهية ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس قبلة اليهود قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا رغم كل هذا لم يؤمن من اليهود إلا نفر قليل وظل أغلبية اليهود على ضلالهم وعدوانهم وصدق عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه وكان من أحبار اليهود ثم أسلم بأن اليهود قوم بهت يعلمون الحق ثم ينكرونه وكان اليهود عن حق أسده في التدليس والتشكيك وبث السموم بين المسلمين وكانوا يقولون للمسلمين كيف تصلون إلى قبلتنا ولا تتبعون ملتنا وذكر في كتب اليهود أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين وقبيل لتحويل القبلة أنزل الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبالفعل قال السفهاء من اليهود ذلك واستخدموا كل الأسلحة القادرة الممكنة وغير الممكنة لبث السموم بين المسلمين أتدرون لماذا؟ لأن اليهود يقدسون الجهات لكن المسلمون يقدسون رب الأرض والسماوات واليهود يعظمون الأماكن والمسلمون يعظمون رب الأماكن واليهود يعبدون المادة لكن المسلمون يعبدون رب المادة كان من أقوال اليهود عجبا لهؤلاء طرة يستقبلون بيت المقدس وطرة يستقبلون غيره وقالوا أيضا ارتد محمد عن قبلتنا وغدا يرتد إلى دين أبائه وقالوا للمسلمين أخبرون عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله بها مسافة قال اليهود هذا وأكثر وهم يعلمون علم اليقين من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين وكانت بحق فتنة عظيمة ثبت فيها المؤمنون ونافق المنافقون وارتد عن الإسلام ضعيف الإسلام ونزل قول الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون وسيجازيهم على ذلك وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وكانوا يعلمون من نعته وصفته الكثير والكثير فكانوا يعلمون أن بين كتفيه خاتم النبوة وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بفحاش ولا بصخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويخفر وأن أمته الحمدون يحمدون الله في السراء والضراء ويوضئون أطرافهم يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ويسمع مناديهم في جو السماء وكانوا يعلمون أيضا أن ذاك النبي سيصلي إلى قبلتين مختلفتين وبالطبع لم يترك أهل الكتاب تلك النبوات في كتبهم وإلا لآمن منهم الكثير فأخفوها وبدلوها وحرفوها وكتموها عن الجميع لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره هنلاقي بعض الإشارات في إنجيل يحنى في الإصحاح رقم أربعة عن لقاء بين امرأة سامرية ويسوع المسيح إيسى عليه السلام وإلا اللي هنلاقي فيه فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أرشاليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم تسجدون للآب وما الله بغافل عما يعملون بل سيحاسبهم حسابا عسيرا يوم القيامة ويجازيهم عن أعمالهم وما الله بغافل عما يعملون ونفي الغفل عن الله عز وجل يقتدي إثبات كمال العلم والإحاطة لله عز وجل جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر